السلام عليكم ورحمة الله ايضا على الطريقة الباردة يعني اكسترا فيرجن اويل تعل كوكونوت اويل حاجه هيله بزيف ولي فرحني انه لقيت مركات عالمية ومركة جزائرية فقررت اني اجيب المركة الجزائرية اللي هي تدير 100 الف يعني 100 الف وكمية كبيرة يعني هكا قطي كبير فيه كمية كبيرة تكفيك الكلش ورح نقول لكم اليوم موش تكفيكم يعني الوش هي تستعمل اول حاجة لازم تكون مئة في المئة طبيعية لقيتها مئة في المئة طبيعية بل اضافة انكم ديما كتلقوا ريحة الكوكونوت او زيت جوز الهند قاوية معناها رحم زيدين في هناك هات الصناعية وروائح الصناعية فهذا ريحته عادية جدا ريحته كما نعرف انا كما نخدم انا زيت جوز الهند في الدار اذا حبيني نحط ليكم كيفاش تخدم نحط ليكم ان شاء الله طريقة سهلة جدا وتعطيكم زيت عصلي لكن حتى ذا رهو ارغانيك وكما قلت ليكم نئة في المئة المهم يدير مئة الفية لبنات وتلقاوه في كامل كوسميتيك هو من برج بورديش تحييل كامل الناس برج بورديش يتابعوا في القناة عندي حباباتي بزاف دمه المهم علشنا انا نشري زيت جوز الهند وعندي عشق لزيت جوز الهند اول حاجة لبنات زيت جوز الهند تدهنوا بيشعاركم كامل ثم بعد ذلك تغلفوا بلاستيك ولا تديروا لي اي حاجة وتخلوه ساعتين وتغسلوه غدوة كي تجبدوه رح تلقوه شعارتاكم فيه لمعة رح بالخف بالخف اللي سير يفوت فيه وكذلك رح يعطيكم علاج اللي فوقش بالاضافة انه انا نستعملهم ايضا كما نقولو احنا كيما ديماكيون ومش شرط حتى ديماكيون احيانا ان البشرة تاعي مختلطة فبالتالي تبقوا عندي البنات على جهة الخدود وهنا على دائرة الفم تنشفلي في الشتاء في الشتاء في الخريف كما تعرفوا انه الجو يتغير نروح وش ندير هكا نمسح وجهي بيه خليه ربوع ساعة مثلا وبعد جيب كوتون ديسك ونعاود ندعكي بيه شوي وجهي باش ما كان عندي حبوب ولا عندي هكا حاجة بالاضافة اني الرطب به يدية الرطب به الاكواع ولاحظت انه اكليشيته هكا خطرة لا نقولوش هي الاماركا كمتعفوها كامل اللي جاي في حقها تحديد هذك يصدقوني كالرطب به لم يعطينيش ترطيب كبير يعني يبقى لي هكا كشخوا المحطوطة للابوتاعي ما تشربوش البرسلاتاعي خلاص فتشرب نص فقط ونبقى نستنى اعوان باش هذا عكسه تماما ومشترط هذا انا جبت لكم واحدة تزير لينو دير مئة الف الاخرين يديرو ثلاثمية ديرو مئتين وخمسين لكن بيوء سوف نضع لكم في الاستجرام نديركم عليها الافوتو هذي ونضع لكم في الاستجرام في الرابط في الصندوق الوصف زيدو شوفوه باش كانت تحبو تشروعوا عليه نفس الماركا المهم قولنا بلي انا نستعملو كماسك للشعر باش يرتب لي الشعر ولي فوقش لانو عندي لي بوينت بالاضافة اللي شعرها أصفر ولا دير اللي ماش صفر تقدر ديرو علاش لانو زيت جوز الهندي غمق اللون فانتي وين شوفي بلي شعرك الأصفر لاني شعرها لاني شعرف انا بداي يولي لون ماهوش باهي باشا ديري لي ماسك لسوان تاعك زيت جوز الهندي الطبيعي راح يعطيك نتيجة مذهلة وزيدي لماعك الشعر ويرجعك اللون الطبيعي ايضا نحي بي ايضا ماكياج احيانا نكون خرجت وندير ديما انا غسيل تاعي راهو ووتر بروف وانتم تعرفوش معناها ووتر بروف يعني مغاد للماء تعرفو يلصق واحدة اللصقة في الشفار ما نحكي لكمش سأغسلته بالصبو الفيرج اغسلته بأي حجم متنحة شلصق لك في وجهك اقلا في العينين تاعك فانا وش ندير زيت جوز الهند كمية على عينية كامل نخليه بخمسة ثواني ربعة ثواني هك في القسمة الريسل تاعي يعني والايلينر يتحلو ونحكي نجيب ونمسح وش نقولكم يا لبنات في دقيقة وامام طان علاج للرموش تاعي اللي اني حطيت عليه مادة كيميائوية تفهمنا؟ كان حاجة اخرى اللي هي مفيدة في زيت جوز الهند اللي هو اي واحدة عندها ما نطقتها حساسة سوداء والمهم كان فيها كحولية على الجسم تاعها وتكون تدوش يوميا احدد لها الكحولية لعليش لي انو المايا اللي بنات اذا دوشنا ومرتبناش رح يدير الكحولية يدير الكحولية في المناطق الحساسة في الركبتين في الكوعين ايه وش ندير نحكمه نجيبه قطعة منه وهو كاكم جامل من الحكافدين ونمسحه كل الاماكن تحسي بها تكحال مثلا المؤخرة الركبتين الكوعين مناطق الحساسة تحت الايبط بين الصدر خاصة البنتين عندهم يتعرقوا في الصدر فاروعة وفي نفس الوقت اعطيك ترتيب ورائحة عجيبة خاصة المتزوجات ما نحكيكمش يا البنات اذا زتتونوا النقطتين من زيت الخزامة تولي ريحتكم فحفها وتهبل وكذلك تنحيك حتى القلقة لانه الترتيبت على الجسم بالزوية العطرية اللي هي تكون طبيعية كما الخزامة وش نقولكم مع زيت جوزنهين طبعا نديروا النقطين فقط يعطيكم مراحة نفسية حتى القلقة تنحاليكم هذي انا الخطوات نديرها خاصة اذا اتدوشتوا من الاحسن ترتيبوا بمواد طبيعية لانه اللوسيون ولا اللوشن وكل حليب اللي بيعوا فيهم كلها مواد ماهيش طبيعية المهم عنده وعدة استعمالات اذا تحبون يدريكم فيديو كام ندريكم المهم حبيت ننصحكم به هذا بيو مليح اكسترا فيرجون اويل تاع البورش تلقاهه في كامل كوسميتيك ويدير مية تلف يعني هاي الهي بزيف خاصة لشعاركم مطراتوش الفرصة اذا لقيتو غير شروح لانه كما تعرفوا اي منتج جيح كليه في اليوتيوب اش تشفط من الكوسميتيك فاذربوا اخطفوا علبة تلقواها رواحكم تدير غير مية تلف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته